غارات مستمرة وخاطئة أيضا رغم كل الانتقادات التي ترافق غارات التحالف العربي التي يذهب ضحية بعضها مدنيون إلا أن التحالف بنظر مراقبين ما يزال غير آبه بما يحدث على الأرض فصواريخه تأخذ أرواح مدنيين بينما تتحرك ميليشيا الإنقلاب بشكل واضح ومعلن أكثر من عشرين شخصا قتلوا نتيجة غارة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات كان القتلى بحسب رويترز يتجولون بسوق مديرية سحار الواقعة في محافظة صعدة وفق شهود لرويترز فإن الضربات الجوية حولت السوق التجارية وفندقا يقع فيه إلى كومة من الألواح بينما جمعت الفرق الطبية قثث الضحايا تقع مديرية سحار قرب الحدود اليمنية السعودية الحدود التي تشهد توترات بين السعودية وميليشيا الإنقلاب وأتت حادثة التحالف الأخيرة متزامنة مع ارتفاع ملحوظ للضربات الجوية السعودية على المنطقة الحدودية هذه الغارة نفذت بعد اتهام السفير السعودي لدى الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي أمام مجلس الأمن الحوثيين بإطلاق ثلاثين صاروخا باليستيا باتجاه حدود السعودية ليست هذه أول غارة للتحالف العربي تشهد جدلا محليا ودوليا حول نتائجها الخاطئة فقد سبق أن وجهت للتحالف اتهامات دولية بقصف أماكن مدنية تستمر غارات التحالف العربي ضد ميليشيا الإنقلاب لكنها بحسب مراقبين تثير استفهامات كثيرة حول طبيعة أهدافها التي لم تعد تصيب الأهداف العسكرية للميليشيا الإنقلابية فقط بل مدنيين أيضا لطالما أكد التحالف أنه لم يأتي إلا لحمايتهم